تضامنا مع سكان محافظة البصرة أقامت نقابة الفنانين العراقيين معرض الملسق السياسي في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في منطقة البصرة القديمة المعرض افتتح بمشاركة 90 رساما وفنانا تشكيليا جاءوا من جميع مدن العراق لينقلوا من خلال أعمالهم رسالة مفادها البصرة تموت عطشا وظلما يد واحدة من أجل صرخة واحدة في وجه من يعادي البصرة ومن يحارب البصرة وهذا المعرض ضم الكثير من الأعمال وكثير من الآراء التي تناولت ما بداخل الفنانين في عموم القطر وخارجه القائمون على معرض الملسق السياسي تحدثوا عن تفاعل إيجابي للفنانين المشاركين في المعرض في ظل تسارع الأحداث السياسية في المحافظة ودعوا إلى نقل تجربة المعرض إلى باقي مدن العراق نحن ندعو إلى أن ينقل هذا المعرض لأكثر من مكان لأن حتى يكون المستهدف به هو المواطن العادي وليس النخبة لأن الفنان يعمل العمل وعليه أن يؤدي دوره بالمجتمع فنتمنى أن ينتقل لأكثر من محافظة زائروا معرض الملسق السياسي أشادوا بالجهود التي بذلت لإنجاح مثل هذه التجربة مضالبين باستمرارها والله مبادرة جيدة من قبل المثقفين الشريحة المثقفة الموجودة على أرض العراق مبادرة كلها جيدة يعني وتوصل صوت المجتمع عن طريق تصوير لوحة وهي إذا تصفحت تب المعرض تشوف تجسيد المعاناة كل الطبقات الموجودة في المجتمع صور لصرخات شعبية صاخطة على الوضع السياسي في البصرة وأخرى جسدت حجم العطش والجوع والمرض الذي يهدد حياة السكان ويضعهم أمام مستقبل مجهول